اشتركوا في القناة بابل الذي تهم بقتل زوجته وحرق جثتها ورميها بالنهر وبعد ذلك كانت ارادة الله قبل هذا وذاك ارادة الله قد اظهرت التي هي فوق كل ارادة قد اظهرت الزوجة وهي حية فسقط الحكم واخرج الرجل اطلق صراحه وبالتالي اظهرت كل القصة الملفقة التي لفقتها هذه القوى الامنية التي تدعي انها حريصة على امن المواطن والمجتمع والوطن ظهر زيفها وظهر اجرامها ظهر البؤس الذي تعرض له هذا المواطن مع الاسف الشديد وذا ما قسنا على هذه القصة التي هي جنائية ومثل ما قلنا ونقولها مرة اخرى ان هذا الرجل ليس بينهم يعني قوى الامنية وبينه خصومة لا سياسية ولا مذهبية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا بينهم ثارات قضية جنائية ذهب ليولغ عن اختفاء زوجتي والتهم بهذه الطريقة فكيف مل فماذا يفعلوا بمن فعلوا ويفعلون بمن لهم معهم خصومة سياسية ومذهبية واجتماعية واقتصادية هذه كارثة كبيرة هذه القوى بنيت على باطل يعني بعد حل الجيش العراقي والقوى الامنية وبناءها من جديد مثل ما قالوا في العراق الجديد من قبل قوات الاحتلال وباشرافه ومن قوى ميليشياوية وقوى تنتمي لأحزاب رشحتهم وانتمائهم للأحزاب وليس لراية الوطن الواحد وليس للمجتمع وليس لأمن المجتمع ولا لحفظ الشعب بل لحفظ السلطة والتباهي بالقوة والبطش والاستبداد سبحان الله دائما ما كنا نتساءل كيف هؤلاء يستطيعون العيش وهم يظلمون الناس بهذه الطريقة إذا كان هذا الرجل في قضية جنائية يتصرفوا معه بهذا الشكل وليس بينهم وبينه خصومه مثل ما قلنا فكيف من يتصرفون مع من يتهمونهم بمادة أربع أرهاب التي يعرفها كل أهل العراق ماذا فعلوا بهم؟ من تعذيب وتنكيل وتهديدات تهديدات بأهلهم زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم وخواتهم يفعلوا بهم كذا وكذا لم تعترف ويضطرون إلى الاعتراف بكل شيء لكي يخلصوا أنفسهم من العذاب ومن العار ومن الأذى لأهلهم هكذا هو واقع الحال هذه هي حقوق الإنسان التي يدعون أنهم جاءوا من أجل مظلومية الإنسان هكذا يتصرفون بهم هذه القضية قضية يعني مثيرة مثيرة ويعني تنكيل كل الجروح الحقيقة هذا الجسد العراقي الذي ما زال ينزف منذ أكثر من 18 سنة يعني ينزف بسبب هذه القضية القصص كثير من المعتقلين ماتوا في السجون من التعذيب كثير منهم مغيبين كل الدول تعرف والأمم المتحدة تعرف ونظمات حقوق الإنسان تعرف أن هناك سجون سرية ظهر السجون سرية واحد من السجون السرية كان تحت مجلس الوزراء في زمن المالكي يغيب فيه الناس ويعذب وسجن الجادرية كان خيرا مثال اللي هم قوات الاحتلال يعني صوروه وأخرجوا صورا عندما دخلوا إليه كيف كان يعذب الناس فيه وكان صلاح هذا الذي يدعي أنه وزير الداخلية هو المسؤول عن هذا السجن في التعذيب حتى بالإدريال هذا الكهرباء المزرف الكثير منهم توفوا بالتعذيب والآن ربما قلناها ومنهم نقول الآن هناك أكثر من 25 ألف شخص محكومين بالإعدام بتهمة أربع أرهاب من بين 50 ألف أيضا محكومين بالإعدام سينفذ بهم الإعدام وهم بالتأكيد أبرياء إذا ما قسنا على ذلك لأنه لا عدالة في العراق ولا قانون في العراق وقلناها ونقولها لو كان ما حدث في العراق هذا لو كان جزء مما حدث في العراق هذا حدث في أي من دول العالم التي ترعى هذا النظام وتسانده وتؤيده وتعطيه الدعم سواء دول إقليمية أو دول عربية أو دول يعني من دول العالم الغربي أوروبا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وأمريكا لو حدث جزء مما حدث لو سقطت حكومات لكن في العراق لا بواكه للعراقين حقوق العراقيين هكذا يتصرفون بها الحقيقة يعني ماذا يمكن القول وهذا العذاب الذي يعني يقود العراقين إلى مثل هذه القصص الرهيبة شخص يأتون به ويلقنونه قصة لكي يرقيها على مسامع الناس كي يقولوا نحن أبطال هذه القوى الأمنية ونحن يعني الأحرص على أمن المواطن والوطن وبالتالي يذهب البريء جراء هذه قصصهم إلى المشنقة ويشنق ويموت فداء لقصصهم الوهمية هذه هل هذه العدالة يذهبون إلى المحاكم والكثير منهم يقولون للقضاء بأن عندما يعني يقرأ عليهم اعترافاتهم يقولون يقولون أننا اعترفنا بهذا تحت التعذيب لكن القضاء لا يأخذون بعض القضاء لا يأخذون بهذا الحديث ويصدرون عليهم أحكاما بالأعدام وأحكاما قاسية جدا هذه قصة مؤلمة الحقيقة قصة يعني تجعلنا نقول تجعل كل أهل العراق يقولون أن هناك مئات الآلاف من العراقين الذين ذهبوا ضحية هذه العدالة الزائفة التي يدعونها وهذه الكوى الأمنية التي ليس لا علاقة بالأمن هذه العلاقة باتهام الناس واغتصاب الناس واغتصاب حقوقهم والتعدي عليهم هذه عصابات ليس أكثر الآن الكاظمي رئيس الوزراء الحالي يتحدث عن لجنة تحقيقية وإيقاف المحقق الفلاني وإيقاف ماذا تفعل وتعويض الشخص هذا عن الفترة التي قضاها في السجن في المعتقل وتعويض عن فترة التعذيب البشر كيف تعويضهم هذا لا يعوض القضية تتعلق بالعدالة والقانون والرؤية الصحيحة هل هذا بلد يستحق أن تجرى فيه انتخابات ويقولون عنها انتخابات عادلة تحدثون عن انتخابات وعن أمن وأمان وطمئنين وعدالة وقانون وهناك وزارة اسمها وزارة العدل وهناك وزارة اسمها وزارة الداخلية ترعى ترعى الأمن هل هذا يمكن أن يقال فيه مثل هذا البلد الحقيقة أنه لا دولة في العراق وحقوق الإنسان في العراق ليست مصانة منتهكة بكل ببشاعة والناس في خطر كبير الحقيقة من يدخل يعني في كل الدنيا الإنسان يلوذ بالقوى الأمنية بقوى الشرطة والأمن يلوذ بهم لكي يحتمي بهم في العراق مصيبة كبيرة إذا ما ذهب إليهم أو بحثوا عنه لأي تهمة كانت يلفقونها ذهب ولم يعد هذا هذا وقع الحال كل العدالة تشترى وتباع بالأموال كل التحقيقات تشترى وتباع بالأموال وبالتالي كل القضايا كل الأبواب تنفذ على بعضها وكل الطرق تؤدي إلى طريق واحد أن العراق بلا أمن ولا أمان بلا عدالة بلا قانون بلا دولة هذا واقع الحال الحقيقة هذه القوة هذه القصة تثبت أن من يحكمون العراق بالمعتقلات والسجون والتعذيب والأذى يشكلون كارثة كبيرة تكبر كل يوم لكن العالم صامت وينظر لها كأنها تجربة حسنة وبالتالي الحكم أن العالم إقليميا ودوليا لا يريد للعراقيين ولا يريد للعراق أي خير هذا واقع الحال وإلا فإنهم يعرفون وصفراءهم وأجهزتهم الأمن يتنقل لهم كل هذه الصور لكنهم لا يفعلون شيئا بالعكس يساندون هذه القوة مع الأسف الشديد ليس لنا إلا أن نقول الغوث الغوث يا رب العالمين من هؤلاء الجلادين الذين حكموا العراق ويحكمون العراق بهذه الطريقة أشكركم ألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة